السلام عليكم ورحمة الله فيكم أحبائي سيكون معنا اليوم مع أهم الإضافات في برنامج ماكس 23 سنقش أكثر من النقطة و سيكونوا بأكثر من الفيديو إن شاء الله Retopology هي أهم نقطة لحد أن نقشها بهذا الفيديو ما هو Retopology؟ عادة نحن بأي قطعة داخل برنامج ماكس نعمل عليها Click وضغطنا من Default Shading ودخلنا على Edge Faces هذه قطعة اسمها Poly Polygon يعني Face مهم عددهم نعم جدا مهم مهم عددهم إيه؟ لأنه بالنهاية حجم وزني حجم الفيديو بأخرك في الحمل في التنقل في الحفظ في الفتح في الرندر سيحسب كل Poly في النهاية موضوع بهمنا سابقا في أكثر من option يساعدني في تخفيف الحمل مثل Optimize وحول Proxy أمور جميلة كثيرا لحد أن قائمة ما اختلفت لكن تم إضافة Retopology لو طلعنا على قطعة مثل قطعة هذه عبرة عن original model وهي 51 Polygon عليها 51 ألف كيف عرفت أنا؟ لأنه يوجد قائمة هنا Statistics كيف أدخل عليها القائمة؟ من الزائد بالأعلى ودخل على Configure Viewports ومن Configure Viewports أروح على Statistic وعطي Total إما تعتلي الحجم الكامل من Statistic أو Selection أو اثنين مع بعض يفضل اثنين مع بعض Apply صليته على الحبيب فالآن أول ما طبقته وحطيته مباشرة الoption بدون ما أعدل ولا شيء أعطني هذه النتيجة كثير سيئة وما كانت مناسبة لكن العدد كثير ممتاز بالنسبة للحجم العدد للSigments للPolygons تقريبا خمس تلاف من أصل من أصل مئة ألف أو مئة واثنين ألف طب ممتاز واحد على العشرين من الحجم لكن سيئة لماذا سيئة؟ لأن هناك options ما أعطيتها ما هي ماتيريال اي دي ما شغلتها ماتيريال اي دي ماتيريال اي دي كانت اوف ويو في كانت اوف طب نشرحهم بداية هما هي المنطقة هذه مرة ثانية المنطقة هي عبارة عن هي عبارة عن السيرفس هذا يو في يو في عبارة عن كيف سينتشر القماش أو التكتشور مكانه على السيرفس هذا السيرفس كيف انتشاره اسمه يو في فأنا قبل ما أعمل سأعطيه أمر انه اهتم في يو في اهتم فيهم ويعرف ان القدل للقماش تنتشر لحد المنطقة اللي هون طب هاي فهمناها يو العبارة عن يعني هوية يعني هاي قطعة هاي خشب هاي هوية خشب هاي هويتها قماش ففيه اختلاف بالهويات فاذا ما عطيته امر انه يهتم في هاي ديس سيعطيك يوم كلهم لون واحد فحيخذ اول اي ديس ويبليش ينتشره أو ينشره على كامل الابجيكت طب الان لو رحنا على الابجيكت اللي هون سيكون من الابجيكت الذي فعلتم نفسه بدون تعديلات أعطيته الابجيكت ما عدلتها لكي تلاحظ ان الخشب ليس مبين خشب اخذ اول ماتيريال القماش وعطاه للجميع لانه عندي فاحترم توزيع القماش اللي انا عاملها اصلا على الابجيكت من البداية ما عطانيها زي اول اعطانيها مع توزيع مناسب لكن افترض لحاله بما انه ما عنده اي دي بما انه ما في عنده اي دي افترض انه حياخذ كل القماش لكل القطاع لا بالابجيك اللي بعده عطيته اون لل اي دي اون لل يو في فبالحالها يعرف بالضبط مقدار التغير واعطى اهتمام في موضوع الخشب انه يكون لوحده واعطى اهتمام في موضوع التكتر انه يكون قماش لوحده فبالحالها حصلت على قطعة خمسطعش الف قطعة هاي اللي عملت عليها سيليكت حلاحظ انه خمسطعشر الف من اصل من اصل ميت الف فبتحكي عن السبع تقريبا او السدس ففيه حجم واضح في فرق ست اضعاف الحجم الاصلي ففيه فرق واضح وبصراح هذا بنعكس على المشهد تبعك كله فلما يكون حجم المشهد في كل قطاعاته او كل قطع المكونه اشتغلت بالطريقة هاي صدقا انت حصلت على ستس الحجم الطبيعي للمشروعك فجهازك مو مرتاح وبدعي لك دعوت خير فبنبسط منك ليه لا مافي حمل مافي فريزنس او تجمد في الحركة او حتى في الرندر هاي اخرك انتبهوا لها طب اخدت القطعة هون بدي اعمل الان شفت و موف اخذ سامبل كوبيلها زي عشان زوم وعاول اعطيها ريتوبولوجي اوكي نكبس حرف الار ريتوبولوجي سعادل الابتشنس لو ناقشنا الابتشنس بشكل سريع مع بعض اول شيء ريتوبولوجي نفسه عبارة عن في عنا اكثر من الالغريثم هم عبارة عن ثلاث فبصراحة مافي ديسكريبشن واضح علم من شركة اوتو ديسك لكن ماعطين ماعطين اللي هو الديفولت جويس لكن ممكن تختاروا تشوف النتائج بشكل عام انا بصراح حسيت انه مافي اختلاق بينهم فنخلينا على الديفولت الخاص في اوتو ديسك كيف عدد الفيس كاونت عدد الفيسز اللي حتكون مكونة لهم انا ما بعرف بس مبدئيا حبلش في خمس تلاف هذا تيستنج فعشانك تضع للك كابس اسمه كمبيوت عشان انت تعملهم كمبيوت وريسيت اذا حب انك تغير فممكن تخلل وتزيد بين انا على اللي بتشوفه إذا كان يبدو جيد يعني النتيجة تكون حسب عينك وحسب العوتك النهائية فجد ما تزيده انت خمس تلاف لانه اصله كم اصله مية اصل القطع هاي مية الاصلية مية واثنين فلو حطيت يعني خمسة ما بيأثر لو حطيت عشرة ما بيأثر لو حطيت خمسين الف اللي لسه انت كسبان يعني مش خسران اشي طيب ماذا البري بروس مش البري بروس مش عبارة عن عملية فحص ما قبل الريتوبولوجي هي يعني تعتبر الذكاء الاصطناعي اللي هي ارتفشال انتليجنس في 3D ماكس وتعتبر بصراحة نوع من التخطيط لأفضل طريقة لعمل توزيع اوكي وهي ترى ما كانت موجودة في 22 ترى ممتازة وتسرع البروسس وتعطيك نتيجة اجمل ومتكافئة ومتناسبة مع الابجيكت اكثر طيب نشوف الابسنز اللي بعدها اكواد التلرنس مقدار التسامح في الاكواد شو الاكواد الاكواد هذا البوليغون نفسه لما يكون اربعة نسميه كواد لما يكون ثلاث نسميه ترايانجل هنا وان فيه ترايانجل زالنا اوكي هذا مثلث اسمه ترايانجل وهذا ترايانجل مثلث هنا كواد هذا كواد طيب كمسموح لأعمل ترايانجل وذين كواد اوكي اعطينا 10% يعني 10% من عدد البوليغونز الموجودة في المشهد حاول تعطينا ايهم يكونوا مثلثي لا يوجد مشكلة مرة تكون مضطر لكن لا تحاول تغير القيمة مدروسة من نفس الشركة الابشن اللي بعده ساب ديفجين فاكتور يعني مسموح له يقسم الفيس هاي بايدفلت لا ممسموح له يعني كل فايس سيكون واحد لما اعطيه اثنين سيتقسم الفيس اثنين ضرب اثنين يعني الفيس اللي عنده هون سيصير اربعة اربعة فايس فهون تماشى مع التوبوغرافي اكثر فكلما رفعته اكثر لو عملته ثلاث سيتحول عندي ثلاث في ثلاث يعني تسعة فايس سيكون عندي فمشي مع التوبوغرافي بشكل انسب فبزيد الحجم بزيد الوقت لكن فيه كوالتي عالة جدا ستشوفه ديفولت لحد الآن الابشن ريجولارايز عبارة عن منظم او منتظم او ديفولت باعتبار لما نعطيه اوبشن ريجولارايز عبارة عن تنظيم الاشكال بشكل مناسب للموديل يعني كيف ستشوفه مرتب يعني ياخذ شكل يتناسب مع السيرفيس بشكل عام هذا الابشن الأول الانستروبي عبارة عن مقدار التباين بالحجم يعني هال مربعاتها يكون لها حجم واحد ولا فيه اختلاف فلما تكون القائمة 0.5 يعني ما اسمه محلو 50% هو يقرر بناء على ويقرر لكن انا عادة بعطيه 0 ليه انا بديهم حجم واحد بقدر ما يمكن اعمالهم حجم واحد وبالنسبة لريجولارايز اعطيها واحد احسن عشان يكون دائما وابدا منتظم في الشكل وما يكون فيه اختلافات بالنسبة للموديل طبعا ما فيه اختلافات بالنسبة للموديل الان الاستروبي بالنسبة للحجم يعني الفرق بين الحب والحب بالنسبة للحجم بالنسبة لدأ هو عبارة عن مقدار تتبع التضاريس يعني التوبوغرافي إنه يمشي مع التوبوغرافي بشكل أنسب هو عبارة عن مقدار حسابي فيفضل أنا شخصيا عشان رايحه ويكون سريع جدا عندي بعطيه الابشن الأول بعطيه واحد والباقي زيرو زيرو طبعا ممكن تجرب ما عندك اي مشكلة تجرب اي لحظة الابشن اللي بعده سموثين جروبس اوكي سموثين جروبس خاصة إذا تعامل مع التالبو سموث فيه اوبشن العلاقة بالسموثين جروبس بحيث يخذهم كلهم قطعة واحدة ويعطيهم اوبشن فور السموثنس اي ضروري جدا 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 إذا عندك ايضا اكثر من ايضا اكثر من ايضا 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 عبارة عن مقدار مقدار الانسيابيه لما تكون انت مستخدم يو في دابليو ماب او انراب اوكي انراب يو في دابليو ممكن يكون يتعامل معهم باحترافية لما تفعل هذا الابشن ما سوى ذلك ليس كثير من الموضوع بس جربوه شوفوا فائدة رائعة جدا بصراحة بدون هذا الابشن حيكون عدد او حجم الملفات عندنا ضخم جدا 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 خلينا نجرب مع بعض كيف نعمل كومبيوت وحسرع الفيديو شوية عشان ما نأخذ من وقتكو عدلتوا وان زيرو وادابتيفتي زيرو والعدد بايتفورت خمس تلاف نعطيه كومبيوت الآن انهى وعطاني انسيابية كثير ممتازة كثير جميلة ومنفس الوقت اعطاني حجم خمسة عشر الف تقريبا يعني ما في فرق كثير كبير لكن ممتاز ممتاز جدا ممكن نحبه هذا الموديل عنه في مكتبة خاصة ونستورده باستمر طبع هذا الشي ينطبق على كل الاشكال الدنسي فيها كثافة عالية جدا كان بودة اتكمل اكثر لكن ان شاء الله انتظروا في الفيديو القادم ستتكلم عن سمارت اكسترود باحترافية نراكم ان شاء الله الفيديو القادم السلام عليكم ويعطيك والفعافية